السلام عليكم وعطيكم ألف عافية أريد أن أخبركم في هذا الفيديو عن مسألة قصيرة ولكن كثير مهمة علاقة بـ Permissions بقلب الـ Meetings نحن لما نعمل ميتنج لمن نسمح أن يكون presenter ولمن نسمح أن يكون بمعنى أنه الـ presenter هو يتحكم بكل الصف الـ attendees بس بيحضر لا يمكن أن يقوم بعمل ولا يمكن أن يقوم بعمل ميتنج لبقية الحاضرين الآن بـ Default الـ presenter يكون كل يعني الـ كل الذي يحضر الصف بس تعمل الـ Meetings ويكون قدر أن يتحكمه بالكل يعني يمكن أن يقوم بعمل ميتنج و يمكن أن يقوم بعمل ميتنج خلينا هذا افترضنا ميتنج أنا جاهزته أريد أن يذهب على ويقوم بعمل ميتنج ويقوم بعمل ميتنج ويقوم بعمل ميتنج في فوق ويفتح لي ويب على جنب ويقوم بعمل ميتنج يعني الـ Option تعمل ميتنج ميتنج الذي جهزته إذا نأتي إلى ويضعه ويضعه كلهم يعني أي حدا فيه يتحكم بالخطة أي حدا فيه يتحكم بالصف أنا مفترض أن أعمل هذا فقط أنا أعمل أعمل بس أعمل أعمل بساعة بقيت الحاضرين هنا تلميذ لا يحملوا ويقوم بعمل ميتنج طبعا عندما أخذ أعمل ميتنج هيدا كلشي حبيت تحكيل انه هاد الشغل كتير مهمة ووجهت طالبي مشكلة على اليومان انه في حدا شغيلة من السشن فجأة فحبيت تسجل هيدا الفيديو حتى بس سيم نعتمد البرميشن المزبوطة للميديو بدي أعطيكم ألفا